وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية مواصلة الهيئة العربية للتصنيع العمل لتلبية متطلبات خطة التنمية المستدامة للدولة بما يتفق مع سياسة تعميق التصنيع المحلي جاء ذلك خلال اقتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع وفي اقتماع منفصل مع وزير العدل وجه رئيس السيسي بتعزيز جهود تحقيق تحسن نوعيا في منظومة التقادي سعيا للتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع على مستجدات العمل في وزارة العدل خاصة ما يتعلق بجهود تطوير منظومة التقادي على مستوى الجمهورية بما في ذلك من خلال التحديث التقني إلى جانب تدريب ورفع قدرات الكوادر البشرية فضلا عن تطورات الموقف التنفيذي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقادي في مصر خاصة ما يتعلق بالتطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم وتعظيم استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقادي والتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع الاجتماع تناول استعراض نشاط وخطط ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات المدنية والعسكرية حيث اطلع السيد الرئيس على استراتيجية تطوير الهيئة خاصة ما يتعلق بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها وتحديث خطوط الانتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على استخدام المعدات الحديثة ذات الانتاجية والدقة العالية وكذا الاهتمام بالبحوث الفنية لسيما من خلال اكاديمية الهيئة للتدريب الهندسي بالاضافة إلى تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والاجنبي وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة الجهود الجارية للهيئة في مختلف المجالات وذلك في اطار تلبية متطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة وبما يتفق مع سياسة تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي